في حديثنا عن القيم اليوم نتحدث عن كيفية تكوين القيم ومصادر وخصائصها نبدأ بكيف تتكون القيم تنبع القيم من التجارب التي يعتقد الإنسان بصحتها وهي تمثل القاعدة التي تبنى عليها وحتى نقول أن التجارب هي التي تكوين القيم ينبغي أن تتوافر في هذه التجارب الشروط التالية أولا أن يكون اختيار الموقف المرقوب فيه بحرية تامة وجود أكثر من خيار ليتم المقارنة بينها ونقول كذلك أن بالإضافة للتجارب فدائما نقول أن الإنسان يتخذ موقف معين بناء على قيمه وبناء على التحليل والتفكير العميق وكذلك الشعور بالراحة والقناعة بهذه القيم إذا حدث أن التجارب والمواقف رسخت هذه القيم ويكون بسبب راحة الإنسان وقناعته بهذه القيم هذا يؤدي إلى ترسيخها التأكيد وكذلك يؤدي للتأكيد عليها أو على أهميتها والدفاع عنها والدعوة إلى تبنيها وبالتالي إنعكاسها على سلوك الأفراد وأيضا ملازمتها للفرد في كل مكان وكل زمان كيف تتكون القيم نواصل الحديث نقول أن القيم تتكون من الآتي من خلال التجارب من خلال التفاعل بين الأفراد مصادر القيم تتكون القيم من الإطار الثقافي تتكون القيم من العادات والخبرة والتقاليد تتكون القيم كذلك من التقيرات وتطورات في عالم اليوم وكذلك من الدين يستمد الفرد قيمه أيضا من الدين ومن مجتمعه الذي يعيش فيه ومن أسرته والتي ينتمي إليها وقيرها يعني هذه على سبيل المثال هذه المصادر كلها على سبيل المثال وليس الحصر هي مصادر تنبع منها قيم الشخص خصائص القيم القيم لها ثلاثة خصائص الخاصية الأولى القيم ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها تعتبر معيار للمفاضلة الخاصية الثانية القيم تؤثر على الأفراد وهذه الدرجة توصلها إلى الإلزام يعني ممكن نقول أن القيم في بعض الأحيان أو في معظم الأحيان عفوا تصير ملزمة للشخص فهي تأخذ من القوة ما يوصلها إلى درجة الإلزام أخيرا من خصائص القيم القيم تبقى في الإطار النسبي أي أنها تتميز بالسبات النسبي وهذا واضح عندما نقارن بين القيم والاتجاهات فالاتجاهات هي دائما تتقير بسهولة لكن قيم الفرد تكون راسخة وتكون سابتة أشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته